النهاردة وبكرة صمت دعائي للانتخابات الرئاسية من يوم الحد هتبتدي عملية التصويت في اللجان في كل محافظات الجمهورية وحتستمر لمدة 3 أيام خلينا نتعرف أكتر على تفاصيل عن الصمت الانتخابي وأهمية المشاركة في الانتخابات بنرحب بضفنا اللي منورنا فيه للستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ جمال رائف صباح الخير عليك صباح الخير على حضراتكم وصباح الخير على كل سيدة مشاهدين يا أهلا بيك في البداية ما معنى كلمة الصمت الانتخاب صمت انتخابي هنا موجه طبعا لحملات المرشحين إن هناك صمت فيما يتعلق بإجراءات أي من الدعاية الانتخابية سواء عبر وسائل الإعلام أو عبر حتى المؤتمرات أو الحجد الجماهيري وبالتالي هي مرحلة بتكون يعني زي يعني استراحة للناخب من الدعاية الانتخابية حتى يستطيع تكوين رأيه النهائي قبل الذهاب للصندوق المشرح في الحقيقة حينما وضع هذه الساعات الصامتة فيما يتعلق به الدعاية هو وضعها حتى يستطيع المراش أو الناخب هنا أن يذهب إلى سندوق الاختراع وقد يعني وضع رؤية كاملة وأخذ هدنة من الدعاية الانتخابية حتى يستطيع أن يكون رأيه بعيدا على التأثير الخاص بالدعاية الانتخابية أعتقد أنها بتكون فترة مهمة للغاية للناخب أيضا ليفكر مش بس في دعم المرشح اللي هو رايح عشان ينتخبه ولكن كمان لفكرة المشاركة بشكل عام لأن الهدف الحقيقي بعيدا عن انحيازك لأي من المرشحين أو حبك لأي من المرشحين أو ذهابك لدعم أي من المرشحين هو فكرة انتمائك للوطن وحبك للوطن وانحيازك للوطن الذي يفوق حتى فكرة يعني انحيازك لأي من المرشحين يجب أن يكون انحيازك للوطن هو القيمة الأعلى وبالتالي المحرك الأول لذهاب لسندوق الاختراع وأعتقد أن فترة الصمت الدعائي بتحرك هذا المعنى أو بتتيح للناخب أنه يفكر في أولوية الذهاب حتى بعيدا عن فكرة يعني دعما أي من المرشحين نعم يجب أن يكون هناك دعما للمرشحين يجب أن يكون لنا صوتا دعما لأفكارنا وانتماءاتنا السياسية ولكن في الأساس يعني إعلاء قيمة الديمقراطية وإعلاء قيمة المشاركة الانتخابية أعتقد أن هي قيمة أيضا بلغة الأهمية طيب احنا نتكلم عن الصمت الدعائي أو الصمت الانتخابي أنه المفروض أن لا يتم ممارسة أي نوع من الأنواع للدعاية الانتخابية لأي من المرشحين وتوقف بعض إجراء أي لقاءات تلفزيونية أو دعائية وغيرها لكن الإعلام هنا برضو بيبقى عنده صمت دعائي ولا بيقدر أنه يحفز المواطنين يقدر يتناقش يقدر دور الإعلام في مرحلة الصمت الانتخابي والدعائي يمكن دي نقطة مهمة لأن طبعا الإعلام دوره أنه يحفز الناخب على الذهاب إلى صندوق الاقتراع وده اللي بيقوم به الإعلام خلال 48 ساعة اللي احنا يعني بمر بيهم الآن أنه هو يبتدي يحشد الرأي العام المصري يوعي الرأي العام بأهمية المشاركة الانتخابية يحفز الناخبين على الذهاب إلى التصويت بشكل عام أيضا إعلام الناخب بمجريات العملية الانتخابية كيفية الحصول على رقم لجنته والطرق التي أعلنتها الوطنية للانتخابات للحصول على البيانات الخاصة بكل ناخب أيضا العملية الانتخابية الحضر الفوسفوري كيفية التصويت أيضا الأخطاء التي من الممكن أن يقع فيها الناخب في عملية التصويت سواء من خلال كتابة مثلا بعض العبارات على ورقة الانتخاب دي أمر مهم جدا لأنه بيبطل الصوت ممكن الناخب من كتر الحماسة ومن كتر أنه هو مبسوط أنه هو بيصوت لناخب فيقول مع متحياتي مع حبي الوطني كل هذه الكلمات وكل هذه الأبارات برغم أنها هي أبارات إيجابية كل العلامات بقى أي علامات قلوب رسمة علم كل هذه الأشياء اللي ممكن الواحد من الحماس يعني يقوم بيها دي بتبطل الصوت بالتأكيد وبالتالي دي نقطة مهمة جدا ممكن حبك المفرط لوطنك وأن يعني حماستك إزاي ده تبوز صوتك الانتخابي فخلي بالك من هذه النقاط بشكل مهم جدا أيضا كيفية طبعا الحصول على الرقم الخاص بي في اللجنة وغيرها من أمور الآن طبعا الهيئة الوطنية بتوفر رقم للرسائل القصيرة وأيضا الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات أيضا بهذه البيانات وغيرها من الوسائل الإلكترونية وطبعا الحبر الفوسفوري وأهميته أيضا لزوي القدرات الخاصة أو زوي الهمم أيضا أتيح عليهم الآن المشاركة عبر طبعا أصحاب القدرات الخاصة من ضعاف السمع أو من طبعا العقل بصرية في طبعا البطاقات الخاصة بيهم وبالتالي كل هذه الأمور يجب علينا طوال الوقت أو خلال 48 ساعة دي أننا نقوم بالتوعية والتوعية إنها موجودة بداخل كل اللجان مش فيه لجان مخصصة لدول القدرات الخاصة لا كل الوسائل دي متاحة في كل اللجان اللي موجودة على مختلف أمكان الجمهورية بالتأكيد كل هذه الإمكانيات المتاحة لزول الهمم موجودة في كل اللجان الجمهورية أيضا فيه لجان مهمة للمقتربين أو الوافدين وده مهم جدا لأن ده زي ما بيقول بقى التجربة المصرية بتنمو طوال الوقت يمكن ده كمان جيد في التجربة الديمقراطية المصرية يمكن تعلمنا من الإجراءات الانتخابية الماضية أن هناك عدد كبير جدا خصوصا مثلا في مناطق بها حجد عمالي كبير زي مثلا عاصمة الإدارية المناطق الصناعية بعض المناطق التجارية يكون هناك الكثير من الوافدين يعني أهلين من العمال ما تصعبهاش عليه هو عايز مثلا يدلي بصوته في الانتخابات ويشارك ما تصعبهاش عليه تقول له لازم تسافر بلدك ممكن يكون من الصعيد ممكن يكون من وجه بحري فهيضطر أن هو يسافر بالزبط وعشان كده الهيئة الوطنية يعني هذه الانتخابات بالتحديد وفرت عدد كبير من اللجان الخاصة بيئة المقتربين ممكن تخش على موقع الهيئة الوطنية ويعني تستعلم عن مكان لجان المقتربين القريبة منك وهنا هتقدر أنك تصوت فأقرب مكان ليك وده مهم جدا لأن طبعا ده حق واجب ودستور المصري وصف المشاركة في الانتخابات بأنه واجب وطني وبعدا عن أنه واجب وطني أنا أعتقد أنه هو كمان رسالة مهمة في هذا التوقيت طيب إيه هي أشكال خرق الصمت الانتخابي وما هي عقبته؟ يمكن في الحقيقة طبعا نحن نتحدث عن بوضوح الخرق الصمت الانتخابي إذا قامت أي من حملات المرشحين الخاصة بالانتخابات أو المرشحين للانتخابات الرئاسية بعمل أي من الإعلانات التلفزيونية الظهور في برامج أو أحاديث تلفزيونية أو صحفية أو حتى فيما يتعلق بالترويج في مؤتمرات شعبية وجمهرية وبالتالي على الجميع أن يلتزم الصمت الانتخابي حتى نستطيع زي ما كنا بنقول في بداية هذا اللقاء نتيح للناخب فرصة أن يعني يشحز الهمم وأن يستعد دون تأثير للدعاية الانتخابية لأن هناك أيضا قدرات متفاوتة للمترشحين في فكرة الدعاية هو المرشح أو المشرع هنا حكمته إن يشيل الضغط الإعلامي من على الناخب لأن طبعا هناك ممكن يكون مرشح لديه قدرات على الفكرة ده مش في الانتخابات الرئاسية فقط يعني حتى في الانتخابات البرلمانية مثلا من الممكن أن يكون مرشح لديه قدرات إعلامية قوية ويستطيع على الحجد ومرشح آخر يعني خدراته أقل شوية وبالتالي الصمت الانتخابي هنا يعني أنه من أنواع العدالة ما بين المرشحين فيه فترة يستطيع فيها المرشح أو الناخب الزهاب لصندق الانتخاب وهو متحرر من هذه الدعاية الإعلاميات المشاركة في انتخابات عشرين أربعة وعشرين بنتكلم أنها السنة دي قد تكون هي الأهم على الإطلاق أو قد تكون فاصلة في الفترة القادمة لو جينا نتكلم عن إيه أسباب اللي بنقول أنها قد تكون مختلفة عن أي مشاركة انتخابية طيب بداية هي مختلفة لأنها الخطوة الثامنة في البناء الديمقراطي المصري بعد ثورة 30 يونيو يعني إيه؟ يعني إحنا عملنا سبع استحققات انتخابية بعد ثورة 30 يونيو وده إنجاز لازم كنا نبقى فخورين به إنك تعمل ثمان استحققات انتخابية طبعاً ده الاستحققات الثامن في عشر سنين يعني أنت شعب دنيتك السياسية والديمقراطية بتنموا بشكل كبير جداً فأوعى تتخلى عن دورك في بناء أو في البناء السياسي والديمقراطي وما تنزلش تصوت في هذه الانتخابات لأن أهمية البناء السياسي والديمقراطي إيه؟ أنت عاوز تنمية عاوز منظومة اقتصادية قوية عاوز بنية مجتمعية قوية عاوز طفرة عمرانية عاوز خدمات عاوز منظومة صحية كل هذه القرارات يستلزمها قرار سياسي القرار السياسي أجيبه منين؟ من الانتخابات الرئاسية والتشرعية عشان أقدر أعمل بنية تنموية يستلزمها بنية سياسية عشان كده الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو مشي بالتوازي في الأمرين بتعمل بنية تنموية وبنية سياسية البنية السياسية المصرية لا تقل أهمية عن البنية التنموية البنية التنموية بيبنيها العمال والمهندسين والأطباء وكل العاملين في المجال التنموي ولكن البنية السياسية كلنا بنبنيها دون تمييز لأن قاعدة النظام السياسي الشعب وبالتالي الشعب الذي يأتي برأس هذا الهرم في النظام السياسي هو المؤسس للنظام السياسي وبالتالي وانت بتبني النظام السياسي ما ينفعش تتخلى عن دورك اللي هو بيؤسس لهذا الهرم في النظام السياسي وما ترحش سناديق الانتخاب لانك انت محتاج القرار السياسي اللي هيبني لك بكرة واللي هيكمل لك المشوار اللي انت بتديته بعد صورة 30 يوم ده بشكل سياسي بشكل يعني أبصب بقى وباللغة بسيطة شوية طيب هو المواطن هيذهب ليه في هذه الانتخابات بالتحديد لانه خلال السنوات الماضية تلمس عوائد الديمقراطية احنا اتكلمنا عن الديمقراطية بشكل سياسي وبشكل جامد ولكن بشكل بقى فعلي على الارض الواقع هو المواطن الذي اصبح يسكن الاصمرات او الذي اصبح في قريته حياة كريمة ذهب في البداية ان صناديق الاختراعات التشريعية والرئاسية قبل ان يكون هناك حياة كريمة او يكون هناك الاصمرات فوجد انه عنده سلطة تشريعية قوية تستطيع ان تعمل بنية تشريعية قوية لاستثمار والتنمية لا في مردود بالضبط وان ايضا تأتي برئيس جمهورية يستطيع ان يتخذ القرار السياسي لاجد حياة كريمة او لاجد ايضا بنية تنموية او غيرها من الامور فاصبح يستشعر ان القرار السياسي اللي هو بيذهب لصناديق الاختراع لانتخاب المسؤول عنه بيشوفه على ارض الواقع في بنية تحتية وفي مشروعات ضخمة وعملاقة وبالتالي اصبح يدرك تمام الادراك ان وانت رايح لسندوق الاختراع انت بتحط حلمك في السندوق مش بتحط صوتك بس لا انت بتحط او راح قبل ما يسكن او قبل ما يحصل مثلا مشروع زي المشروع خاص بين المناطق الحضرية خلاص ذهب ووضع ان هو نفسه يشوف فلده احسن ونفسه يعيش حياة احسن فلقى فعلا ان الحياة الاحسن اتحققت عاوزك ايضا المرة دي تزهر لانك بتحط حلمك الجديد في صندوق الانتخابات وهتشوفه هو بتحقق برضو خلال الفترة الجاية الحلم مش هيتحقق ومش هيكمل الا بأصواتنا في صناديق الانتخابات عظيم ازاي بتشوف مستوى الوعي السياسي لدى فئات الشعب المصري كلها وفي القلب منها الشباب طب خليني نتكلم بالارقام النسب المشاركة في الانتخابات السابقة جيدة للغاية وعكس ما يروج اعلام اخر ومنصات اخرى في الخارج عن ان الشعب المصري لا يصوت وان الشعب المصري لا يزيب لسنادي في الاختراع هذا عاري من الصحة اطلاقا لاني نتكلم مثلا على الانتخابات رئاسية في 2014 حققت 47% من نسب المشاركة للقاعدة الانتخابية نسبة كبيرة جدا لما قارنها بديمقراطيات كبيرة في العالم وديمقراطيات مضت مشوار طويل قبل حتى ان نبدأ هذا المشوار في البناء السياسي بعد ثورة 30 يونيو وبالتالي هذا الشعب يعي وعيان كبيرا جدا باهمية هذه المشاركة بالمناسبة هذه النسب لم تتحرك كثيرا يعني منتكلم على 41% في الاستحقاق ايضا خاص ب2018 مع مراعاة الزيادة السكانية يعني مع المراعاة الزيادة السكانية يعني اعتبر النسبة واحدة يعني اعتبر نفس النسبة لان عدد الناخبين زيد وبالتالي نحن نتمنى ان نحافظ على هذه النسبة بل ننطلق بها الى نسبة اكبر ونتعدى ان شاء الله هذه النسبة هذه المرة وده تحدي لنا كمصريين نشوف ارقامنا احنا عملنا ايه ريكورد كده في السنوات الماضية ونبتدي نبني عليه ونقول احنا حققنا 47% في الانتخابات الاساية مثلا في عام 2014 نفسنا اللي احنا نعدي هذا الرقم عشان نقول للعالم كله احنا لدينا وعي ولدينا تجربة ديمقراطية قوية اللي ايضا اللي بيختلف عن او يجعل هذه الانتخابات مميزة عن الانتخابات الماضية في الحقيقة انها تأتي ايضا كمان بعيدا عن الداخل وده اللي كمان بيشكل جزء من وعي الناخب الان ادراكه باهمية المشاركة في هذا التوقيت نتكلم عن الاستحقاق الانتخابي بيأتي في توقيت في الحقيقة بلغ الاهمية على المستوى الاقليمي والدولي كلنا بنشوف ان ازاي المتغير الاقليمي الان بيجعل من الاهمية ان احنا نعطي رسالة للعالم كله ان هذا الشعب شعب قادر على البقاء وقادر على الوجود وقادر على الاستمرار في البناء السياسي والتنمو وده رسالة مهمة في اقليم تشتعل في اركانيه النيرات يعني انت في اقليم للأسف يعني في كثير من المشاكل انت بتقول لا انا قادر على الاستمرار الوعي موجود الوعي السياسي لدى الشباب بالتحديد ولدى المجتمع المصري بشكل عام انا اعتقد ان هو وعي سياسي فطري لانه ظهر في سورة 30 يونيو ظهر في كثير من المواقف وحيظهر في انتخابات عشرين اربعة وعشرين وده اللي حنشوفه ان شاء الله بداية من يوم الحد القادم كل شكرا لك كتب صحفي الاستاذ جمال رأف شكرا لنوجودك معنا شكرا لحضراتكم الفيديو شكرا لك